الموضوع السادس تصنيف المركبات الكيميائية الأهداف يرجى فناية الموضوع أن يكون الطالب قادرا على أنه يقارن بين المركبات العضوية وغير العضوية يقارن بين المركبات الكيميائية الأيونية والقطبية يقارن بين الإلكتروليتات ولا الإلكتروليتات النشاط هذا سؤال مطلوب الإجابة عنه عدد أنواع المركبات الكيميائية تصنيف المركبات الكيميائية تعدد التصنيفات المركبات الكيميائية ومن هذه التصنيفات مركبات عضوية وهي مركبات تحتوي بشكل أساسي على زر الكربون مرتبطة مع عناصر أخرى مثال الميسان CH4 مركبات غير عضوية تشمل باقي المركبات من الأكاسيد والأملاح وغيرها بالإدافة إلى المياه والغازات المختلفة والأملاح مثل مالح الطعام أو كلوريد السوديوم حسب الروابط الكيميائية فانقاس المركبات إلى مركبات أيونية مثل كلوريد السوديوم ومركبات قطبية مثل المذيبات القطبية ومنها المياه والميثانون مركبات غير قطبية مثل الهيدروكاربونات ومنها البنزين حسب التوصير القهربي هذه المركبات تقسم إلى إلكتروليتات وهي مواد كيميائية توصل الطيار الكهرباء إذا أذيبت في الماء لا إلكتروليتات وهي مواد لا تتأين وبالتالي يكون توصيلها للطيار القريب ضعيف أو يكون معدوما أكتب تقريرا يتضمن ما تعلمت من هذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر